نحن نشوف لقاء مع وسام أبو علي وبعدين نرجع نستقبل بقى الزميل العزيز محمد الباز للحديث عن أرقام مباراة اليوم من جديد ده بجد التحية بالكابتن عيمان شوق إبو ضيوفي الكرام وبكل مشاهدين ومشاهدين ومتابعين شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان الوافد الجديد على فريق النادي الأهلي واحد من اللعبة اللي أثبتت جدرتها في المباراة الأخيرة أمام البلدية والنهاردة بيظهر ووصل لتقلقه مع فريق النادي الأهلي وسام أبو علي ابن فلسطين الحرة وسام برحب بك على شاشة قناة النادي الأهلي حلم كبير تداء قميص النادي الأهلي عندك كتير جدا من الأحلام والطبوحات لجماهير النادي الأهلي خلينا بارك لك على أدائك في المباراة النادية والنهاردة بتواصل أدائك الجيد أعتقد خطوة من خطوات كتير جدا مهمة يسلم شكرا كتير أنا مبسوط كتير من أول يوم جيت لنادي الأهلي والحمد لله عم نكسب الماتشاط اللي عم نلعبها وده أهم شيء الثقة اللي بينك وبين جمهور النادي الأهلي مسهل إنك تكسب حب جماهير النادي الأهلي وسام أبو علي من قبل ما ينزل المستطيل الأخضر والجماهير حباك جماهير متعاطفة أعتقد ده بنسبة لك يسوي كتير يا وسام طبعا حب الناس حب الجمهور أهم شيء الحمد لله أنا حسس هو أهل حسينه ومتأكد كل فلسطين حسين ده فالحمد لله وإن شاء الله أكمل أكون محبوب وأجي في الملعب باللعب وإحنا موجودين في معسكر الأمارات شفت الروح اللي بينك وبين اللعيبة بينك وبين مودست وبينك وبين كل اللعبين أعتقد جوا جاء النادي الأهلي في قضة لبس بتبقى هي كلمة السر سهلت عليك حاجات كتير جدا جوا النادي الأهلي أكيد أكيد أنا مبسوط كتير كل يوم وكل اللعيبة أنا بحبين كتير وكل شي خير إن شاء الله المباراة اللي جاية مباراة ببطولة أكيد بالنسبة لك أنت حلم بقى أن أنا أول بطولة تبقى لك مع النادي الأهلي أمام الزمالك توعي الجماهير النادي الأهلي اللي مستنية أكيد منكم كل اللعبين هذه البطولة يعني مني طبعا كل مرة أنا بقول بعطي حالة مية مية ومتأكد كمان الفريق جاهزين كسبنا ماتشين وراء بعد دلوقتي وده شغلة ثلاث ماتشات ده شغلة مهم كتير فإحنا جاهزين وإن شاء الله خير أسام بأشكرك وأتمنى لك التوفيق إن شاء الله وإن شاء الله بركلك بعد مباراة كأس مصري بإذن الله إن شاء الله يا رب إذن الله كابتن عيمن ده كان لقاءنا معه أسام أبو علي لعب فريق للنادي الأهلي أحب من العناصر المهمة جدا يعني قدت إضافة الفريق للنادي الأهلي إن شاء الله منتظرين منه كدير الكتير ومن اللعيب إن شاء الله في المباراة القادمة أمام نادي الزمالك في كأس مصر من جديد تعود الكلمة للزميل العزيز الكابتن آيمن شاو شكرا جزيلا فاروق